باهتمام دولنا جميعا مشيدا على أنه ينبغي العمل على الاستفادة من الفرص الوعدة جراء تعزيز أطلع التعاون المشترك ما يفرض ضرورة الحرص على توطيل العلاقات المتبادلة بين الروسي الاتحادية والعالم الإسلامي وضرورة بناء قاعدة صلبة من التوفقات المناء وشركات الوعدة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وأضاف إننا في مملكة البحرين لنعتز بما وصلت إليه العلاقة الثنائية الوطيدة بين البلدين بفضل رؤية المنفتحة لقيادة البلدين الصديقين والرغبة صادقة لديهما لتنمية العلاقات في مختلف المجالات ضمن الأطر والقيم العالمية وأبدى معا له أمانه في أن يصد الاجتماع إلى قرارات وتوصيات ناجحة تخدم جميع الدول وتسهم في تحقيق السلام العالمي ضمن أطر العدلة والإنصاف وانطلاقا من قيم الصداقة والتعاون والشرعية بما يعوده بالنفع على الشعوب العالمي بالأمن والأمانة ترجمة نانسي قنقر